بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلي محمد السلام عليكم أخواني واخواتي جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الدرس مهم جدا جدا وهو مقدمة للولوج إلى الدرس الذهبي الذي سنأخذه مباشرة بعد الانتهاء من هذا الدرس ماذا يقول هذا الدرس أو ما الذي يريد أن نصل إليه من هذا الدرس في هذا الدرس سنقوم بالتحويل الغير مباشر ما بين وحدات القياس الحرارية طبعا دعونا نأخذ هذا السؤال لتتضح لنا الصورة أكثر يقول السؤال افترض بأن محرك سيارة حرارته هي 366 كيلبن لا نقول درجة أي الحرارة على مقياس كيلبن تساوي لنا 366 نكتب الوحدة كيلبن من دون أي درجة ولا تنصح بالكراج يريد أن يعرف قيمتها على مقياس فهرنهايت أي الحرارة على مقياس فهرنهايت مجهولة طبعا لو لم يذكر لنا السطرين التاليين سنقوم مباشرة بالقول بأن الحرارة على مقياس فهرنهايت هي سنقوم بالتعويض هنا 366 مضروبة في 9 على 5 ومن ثم نطرح منها 459 فاصلة 67 وستكون لنا الحرارة سنقوم باستخدام الآلة نفتح القوس نكتب 366 مضروبة في 9 قسمة 5 طبعا حتى لو لم نكتب الأقواس لا يهون لأن العملية عمليات ضرب في الوسط وقسمة بعدها ومن ثم نطرح منها 459 فاصلة 6 7 وتساوي لنا الحرارة هي 199.13 199.13 درجة فهرنهايت نتأكد أكثر جيد إذن 199.13 الآن ما الذي يقوله السؤال أصلا يقول لنا السؤال هنا فإذا كنت لا تتذكر الصغر يضي للتحويل المباشر هذه الصغر نحن لا نتذكرها إذن فلن نفترض بأننا لا نعرف هذا الجواب حاليا لأننا لا نمتلك هذه الصيغة نحن نسيناها أو لم يعطينا إياها في الامتحان أو ما شابه ويقول لنا ويقول لنا استخدم التحويل الغير مباشر أي استخدم هذه المعادلات للوصول إلى الحرارة بالفهرنهايت فما الذي يقوله بالضبط هنا دعونا نرى المقاييس المعيارية التي مرينا عليها في الدروس السابقة أخذنا ثمانية مقاييس معيارية هنا نستطيع أن نقوم بإيجادها على مخياس بالإدليزل وبنيوتن وبالفهرنهايت عن طريق الكيلفن طبعا ما الذي سوف نفعله هنا؟ إن كنا نرى كيلفن موجود فقط مع إدليزل إذن سننتقل من كيلفن إلى إدليزل ومن ثم باستخدام القانون الثاني سننتقل من إدليزل إلى نيوتن في بعض الأحيان تكون التحويلات عن طريق مرحلة واحدة هنا عن طريق مرحلتين إن غطيناها سنعرف أي سؤال آخر لأنها قليلا معقدة ولكنها بسيطة ومن ثم ننطلق من مقياس نيوتن إلى مقياس فهرنهايت عن طريق هذه الصيغة ومن ثم نعرف الإجابة هذه الصيغة كأننا قلنا بأننا انطلقنا مباشرة عن طريق هذا الطريق إذن دعونا أولا نقوم بهذا الانطلاق من كيلفن إلى إدليزل فنقول بأن الحرارة على مقياس دليزل تساوي لنا 373.15 ناقص الحرارة على مقياس كيلفن أي 366 الأقواس هنا مهمة لأن العملية عملية الطرح ومن ثم نضربها بـ 3 على 2 وتساوي لنا نقوم باستخدام الآلة نفتح القوس 373.15 نطرح منها 366 نخلق القوس ومن ثم نضربها بـ 3 ونقسمها على 2 سيكون لدينا الجواب 10.725 10.725 10.725 10.725 والوحدة هي يد ليزل تحديد الجواب ومن ثم هذه المرحلة انتهينا منها الآن نقوم بالانطلاق في المرحلة الثانية من دليزل إلى نيوتن لأننا نريد الوصول إلى فهرناي طبعاً من دليزل إلى نيوتن سوف نستخدم هذه الصيغة طيب فنقول بأن الحرارة هذه تم الحصول عليها باستخدام هذه المعادلة الآن سوف نستخدم هذه المعادلة ونقول بأن الحرارة على مقياس نيوتن طبعاً بالدرجة تساوي لنا 33 ناقصاً الحرارة على مقياس دليزل 10 فاصل 7 2 5 مضروبة في 11 على 50 وتساوي لنا بمقياس نيوتن سوف نستخدم طبعاً الآلة سوف نستخدم الآلة ونقول بأن 33 ناقصاً نفتع القوس لأن عملية عملية طرح وهنا عملية ضرط 10 في 7 2 5 طبعاً حتى لو لم نستخدم الأقواص هنا لا يضر لأن العملية الضرط في هذا الجانب 11 قسمة 50 ساوي لنا 30 30 فاصل 6 4 0 5 30 فاصل 6 4 0 5 درجة نيوتن قلنا بأننا حتى لو لم نستخدم الأقواص لا يهم نعنيها هكذا بأن 10 نقصاً نقصاً 2 5 في 11 قسمة 50 ستعطينا نفس الإجابة لأن الأقواص هنا لعملية ضرط نراها مجدداً الآن الذي سوف نقوم به هو التالي طبعاً هذه المرحلة انتهينا منها أيضاً الآن سنحصل على الجواب عن طريق استخدام التحويل الثالث أي الانطلاق من هذه النقطة إلى هذه النقطة عن طريق هذه المرحلة طبعاً هذه الحرارة هنا ليست لهذه هذه مجرد مثال مجرد مثال لأننا لو رأينا هنا هي هذه لا تساوي لنا 366 هذه مجرد أرقام بإمكانك أن تستخدمها لإيجاد أي تحويل طبعاً هذه القيم هي الأمثلة التي مرت علينا في الدروس السابقة قمنا باستخدام هذه النقاط في التحويل الآن فلنقوم بالانتهاء من المرحلة الثالثة أي الانطلاق من مقياس نيوتن إلى مقياس فهرنهايت ونقول بأن الحرارة على مقياس فهرنهايت تساوي لنا سنستخدم هذه المعادلة هنا الحرارة على مقياس نيوتن أي 30.6405 مضروبة في 60 على 11 طبعاً حتى لو لم نستخدم الأقواص لا يهم لأن العملية عمليات ضرب هنا ومن ثم نضيف عليها القيمة 32 وستصبح لدينا نستخدم الآلة 30.6405 نضربها ب60 ونقسمها على 11 ومن ثم نضيف عليها 32 وستعطينا نفس الإجابة هنا ضبط نفس الإجابة إذن الجواب هو 199.13 فهرنهايت وهكذا نستطيع أن نقول بأن المشاهد الكريم بإمكانه أن يقوم بالتحويل ما بين أي درجة حرارة عن طريق التحويل المباشر أو التحويل الغير مباشر طبعاً هنا قمنا بالانتقال طبعاً الجواب المباشر الذي نعنيه هو هذا هذا هو الجواب المباشر أو التحويل المباشر تحويل المباشر طيب قمنا في التحويل الغير مباشر بالانطلاق من هذه النقطة إلى هذه النقطة ومن ثم من هذه النقطة إلى هذه النقطة والمرحلة الثالثة التي هي هذا عن طريق هذه الصيغة شكراً لكم أعزائي ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الدرس الأخير والمهم جداً 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 وبه نختم هذه السلسلة من الدروس شكراً لكم أعزائي مجدداً وفي أمان الله تعالى